أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على تبني نهج يقوم على زيادة الاعتماد على الطاقة المتددة خاصة الرياح في توليد القهرباء وتحلية المياه والاستفادة من الهايدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي مع وزير القهرباء لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي وخلال الاجتماع تم استعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في مجال الطاقة النظيفة كما تم استعرض موقف الدراسات المتعلقة بتنفيذ عدد من المشروعات لإنتاج الهايدروجين الأخضر في مصر